النهاردة فيديو مختلف شوية لاني مش هتكلم فيه عن موضوع انا محضره انا هرد فيه على الاسئلة بتاعتكو الموجودة في التعليقات خليونا نبدأ بالاسئلة الموجودة على اول فيديو في ازاي تدور على شهر لان الموضوع ده مهم جدا وفيه ناس كتير قوي سألت اسئلة كتير فخليونا نشوف كل الاسئلة اول سؤال هابدأ بي وده لانه موجود في نفس الفيديو للتعليق موجود عليه بس تقريبا اللي علق ما كانش واخد باله منه فلازم ارد عليه لانه كمان سؤال مهم جدا هو بيقول ان جاله عرض على الايميل من فندق والفندق ده طالب منه مبلغ عشان الاقامة والكشف الطبي واجراءات السفر فعايز اقول له لا اوعى تبعد فلوس اوعى تقدم في المكان ده لان الموضوع كله نصب مهما كان الاسم اللي جايلك ايه فهو اصلا لو انت كلفت خطرك واتصلت بالتليفون بالاوتيل ده سألت عن اللي بعتلك الايميل او سألت لو هم اصلا بياخدوا فلوس او الاجابة هيقول لك لا والموضوع ده سبام وسكام ونصب وكل حاجة تتخيلها كل اسامي الغلط اللي في الدنيا فمش معقول يعني هي بالعقل عمتا مش معقول شركة كبيرة اوي 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 هتديك مبلغ كبير اوي 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 وفي الاخر تطلب منك الفين دولار عشان تعملك فيزا وتعملك الكشف الطبي فما تقعوش في الموضوع ده يا جماعة او انا عارف ان في ناس كتير او عايز السافر وعايز تخرج وعايز تشتغل وعايز تعمل مستقبلها بس ما تخليش الحاجات دي تخليك تاخد قوارات غلط وتدفع فلوس بلاش 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 فيها سئلة بتاعت هو انا لو سفرت البلد دي هلاقي شغل انا ما قدرش اقول لك انت هتلاقي شغل لو سفرت البلد دي اه لا قدر اقول لك حاجات تساعدك ان انت تلاقي شغل او تساعدك تدور على شغل لكن تلاقي شغل دي بترجع لفاكترز كتير قوي من اول السوق والطلب بتاع الشركات هناك عامل ازاي والمجال بتاعك والخبرة بتاعتك حاجة كتير قوي فانا ما قدرش اقول لك هتلاقي ولا لا قدر اقول لك دي المعلومات اللي هتساعدك ان انت تلاقي شغل وابدأ السؤال التاني برضو اللي شفتو كتير انا عندي خبرة في كزا ومتخرج من كزا هل هلاقي شغل هل هيقبلوني طالما اللي موجود في السي في بتاعك تقدر تعمله يبقى يقبلوك عادي الموضوع خبرة اكتر ما هو مؤهل فانت لو مثلا وانت خريج تمريض ملهاش دعوة الموضوع دعوة خالص طالما انت تعرف تشتغل وعندك خبرة في الجرافك ديزاين يبقى تشتغل جرافك ديزاين انت متخرج من اي دي ده موضوع تاني خالص المهم تعرف تعمل الموجود في السي في دي اهم حاجة السؤال كمان قلنا على وكالات التوظيف طيب انا قلت كتير اوي السؤال ده لقيتهم الكاركزة مرة وانا قلت كتير اوي ان انا هعمل لستة عن وكالات التوظيف و هعمل بوست عنه فانا هعمل بوست او هزوده في الديسكريبشن بتاع فيديو من الفيديوهات وقلوكو اللستة موجودة في الديسكريبشن ده بتقدروا تخشوا عليها وتشوفوها وتقدموا فيهم يعني وعد نروح للأسئلة الموجودة على الفيديو التاني هل برضو تكتب الوظيف السابقة حتى لو مش نفس مجال الوظيفة اللي بتقدم فيها ده في السي في لا لا اكتب بس الوظيف المتعلقة بالوظيفة اللي انت هتقدم فيها ما تبقاش مثلا بتقدم في وظيفة سيلز وانت عندها خبرة اتش ار فتكتب سيلز وبعاكاته هكتب له الاتش ار تحت اعمل اتنين سي في واحد في الخبرات بتاعت السيلز والتاني في الاتش ار وخليوهم موجودين وانت بتقدم الوظيفة اتش ار قدم بتاع الاتش ار وانت بتقدم السيلز اقدم السيلز لو لازم تكتبهم يعني اكتبهم بس عنوين يعني اسم الوظيفة الشركة اسم الوظيفة الشركة اسم الوظيفة الشركة اسم الوظيفة الشركة بس ما تكتبش تفاصيل كتير والأحسن ما تكتبه مش خالص خالص التعليقات جدا جدا أسافر الخليج ولا الدول الغربية الموضوع يرجع لك القرار كله يرجع لك أنت شوف أولوياتك شوف هتقدر تندمج مع المجتمع اللي أنت رايحه ولا أقرب لك السوق طالب إيه اللي أنت رايحه حاجات دي كلها تحدد المكان اللي أنت عايز تسافر لي فأب برضو ما قدرش أقول لك روح دي وما تروحش دي أنت أوعد مع نفسك شوف كذا سبب يخليك تسافر دولة عربية وكذا سبب يخليك تسافر دولة أجنبية لو لقيت الأسباب يعني أكتر في واحدة منهم روح المهم الموضوع يكون مريحك تقدر تندمج مع المجتمع اللي أنت رايح فيه لأن أنت مش رايح تقعد كم شهر سياحة أنت رايح تعيش هناك وتشتغل هناك والتعامل مع ناس فهل أنت تقدر تبقى جزء من المجتمع ده ولا لا ده سؤال حلو برضو طيب لو طالب كاتب السيفي عشان يتقبل في إنتانشن يكتب إيه لو ما عندوش خبرات خالص غير العمل التطوعي فقط يكتب العمل التطوعي لازم يكتب العمل التطوعي وبعدين لو شغلك وليكن كتابة خلي دايما عندك سامبلز مكتوبة مترجمة أو كاتبها بنفسك مثلا وحطتها في بلوج وابقى حط اللينك في السيفي لو جرافيك ديزاينر وما عندكش أي خبرة خالص ومشتغلتش في أي مكان برضو صمم واعمل بلوج لنفسك وحط اللينك فيها بحيث الناس تده تشوف يعني حاول تعمل مصدر يبصوا عليه شوفوا شغلك قبل ما يقبلوك حد تاني بيقولي أنا معي بكراريس محاسبة وهسافر فهل السفر مجاسفة؟ كل حاجة في حياتنا قرار راجع لينا السفر طبعا مجاسفة كبيرة عموما حتى لو رايح على شغل ومعاك عقد من البيت واخده انت في البيت ومسافر به أصلا دي مجاسفة فعشان تعرف لازم تجرب ولازم تعمل وروح ودور وجرب وهتلاقي نروح للفيديو اللي بعده الفيديو التالت اللي كنت بتكلم فيه عن لينك ده لو عايزي تفرجوا على الفيديوهات انا هحط اللينكات بتاعتها كلها تحت في الديسكريبشن وقبل ما اكمل لو عندكم اي سؤال اكتبوه برضو في التعليقات عشان اعملوا فيديو جديد لو الفكرة عجبتكو واستفدتوا بيها والاصل ان انا عامل الفيديو ده عشان بدلا ما رد على حد في التعليق بس وهو بس اللي يشوفوا الفيديو كل الناس هتشوفوا وممكن لو حد عنده نفس السؤال يقدر يستفيد من الإجابة فانا عايز اعرف منكم حاجتين اول حاجة هل الفكرة كويسة وتاني حاجة لو عندكم اي سؤال اكتبوه في التعليقات نبدأ بالفيديو التالت اللي هو بكلم فيه عن لينكدن عايز بس اقول حاجة قبل ما اكمل انا متشكل قوي على التعليقات اللي ها بشوفها فعلا هي سبب بيخلينا يكمل ومبسوط ان الفيديوهات بتعجبكو وبتفيدكو وبتنفعكو بس انتو سبب ان انا بعمل الفيديوهات دي اصلا محمد بيقول لي سيبك انت السجما عاملة شغل اه هي عاملة فيها شغل السجما اللي هي العدسة انا بصور بيها بصراحة من ساعة ما جبت العدسة دي وعملة الإضاءة بتاعتها حلوة جدا وبتعزي الخلفية حلوة اوي يعني انا واضح والخلفية من ورا مش واضح اوي دي حاجة حلوة جدا السؤال ده مهم جدا هل اللغة الروسية الجواز الروسي مطلوبات بروسيا انا مش فاهم السؤال ومش اصدية التارية والله بس الفعلا مش فاهم السؤال فلو صاحب السؤال شاف الفيديو ده ياريت يفسرلي عشان اقدر ارد علي يعني فعلا يعني اللغة الروسية مطلوبة في روسيا في سؤال طويل شوية بس هو معناه انه هو خريج باكاريوس علوم زراعية قسم علوم الاغذية وملقبة الجودة بس هو عنده خبرة في السياحة عنده خبرة سبع سنين في السياحة واللغة بتاعته كويسة والكمبيوتر عنده كويس بس هو مش عارف يعمل ايه لما يسافر يقدم في دي ولا يقدم في دي فانا رائي الشخصي لو انتو عندكو رائي تاني يعني تكتبوه برضو في التعليقات تحاولوا تفيدوه انا رائي الشخصي يعمل اثنان سي في ويقدم في المجالين واللي يجي معاه يشتغله طالما هو شاهدته كده وشتغل بيها وفي نفس الوقت عنده خبرة في السياحة فاللأ طالما عنده خبرة في الاثنين يبقى اعمل سي في لدي و سيفي لدي وقدم في المجالين وبالتوفيق لو الفيديو والفكرة عجباتكو ياريت تقولولي في التعليقات وتعملوا لايك وشار وسبسكرايب عشان يوصل لكو كل الحاجات الجديدة وفي جرس صغير كده جام بكلمة اشتراك او سبسكرايب حسب اللغة اللي انت بتستخدم بيها يوتيوب ندوس عليه عشان يوتيوب يروح معرفك اول ما نازل فيديو جديد فاتيج تتفرج عليه ونتلم كلنا مع بعضينا كده اشوف كل فيديو الجاي اسئلة كتير اوي ايه ده اوه قبل ما انسى انا بنزل على انستجرام في الستوريز اسك مي اكويشن فلو عندكو برضو اسئلة تقدروا تروح على الستوريز بتاع انستجرام هسيب اللينك بتاع انستجرام في الديسكريبشن تكتبوا فيه السؤال اللي انتو عايزينه عشان المرة الجاية ارد عليه خلاص كده اشوفكو فعلا اشوفكو الفيديو الجاية محتاجة استعمل مايك ده ابدأ استعمله اه تقريب استخدمته مرة ده بلو هوا ده بلو بان بقه هوا ده حلو جدا على فكرة الصوت جامد بس مشكلة ان لازم توصل على الكمبيوتر عشان نشتغل انا فتحت موضوع جديد كده ده لا لا خلاص اشوفكو الفيديو الجاي وممكن ابيعمل فيديو عن المايك ده اه لو في حد عايز يبدأ سلام